تزاد التحديات التي تواجه النازحين في العراق مع استمرار التغافل الحكومي والدولي عن مأساتهم فغالبيتهم يسكنون في معسكرات نزوح غير صالحة للحياة الإنسانية ولا تتوفر فيها أبسط الاحتياجات التي تعينهم على الصبر وتحمل الظروف غير الاعتيادية التي يعانون منها صحيفة الفاينشال تايمز البريطانية أكدت في تقرير لها أن الخلافات السياسية والداخلية وانتشار الجماعات المسلحة المختلفة تركت مساحات شاسعة من العراق ثالث أكبر دولة مصدرة لنفط في العالم غير مستقرة وأطالت معاناة النازحين وأضافت الصحيفة أن من بين نحو أربعين مليون مواطن عراقي ما زال مليون وثمانمائة ألف نازح يعيشون في ظروف صعبة حيث لا توجد خدمات ولا مياه ولا كهرباء ولا رعاية طبية بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات على نزوحهم من ديارهم وفقا للمنظمة الدولية للهجرة وتقول فاينشال تايمز أن الألغام والقمامة ما تزال منتشرة في مناطق النازحين الأصلية رغم مرور كل هذه المدة على انتهاء المعارك بسبب تأخر إعادة الإعمار نتيجة الفوضى وغياب القانون حيث تفرض الميليشيات المسلحة سيطرتها بهدف تأزيز نفوذها والحصول على العقود والصفقات والتحكم في طرق التجارة والتهريب من جهته أكد دينيس نتالي مساعد وزير الخارجية في قسم تثبيت الاستقرار بوزارة الخارجية الأمريكية أن أمريكا في المستقبل لن تمول مشاريع في مناطق يتجول فيها مسلحون غير منضبطين دون سيطرة من الدولة بينما تبدو الحكومة بشكل واضح عاجزة عن إيقاف عبث الميليشيات لاعتبارات عديدة سنوات مرت ووعود تكررت عشرات المرات بإعادة النازحين وتأهيل مناطقهم المنكوبة لكن شيئا من ذلك لم يحدث فالحلول الحكومية الترقيعية باتت جزء من المشكلة وليست الحل وأكثر ما يخشى أن يصبح ملف النزوح طي النسيان مع تراجع الرغبة الدولية الضاغطة في إيجاد حلول واقعية وعاجلة تنهي نصف عقد من المعاناة والألم ترجمة نانسي قنقر